السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد صباحكم وايامكم نهاردة معايا المكارون البشاميل بطريقة انا براهن اي حد عليها يكون بيعملها بالطريقة دي بجد طريقة حلوة جدا عايز اقولك البشاميل هيتعمل صح هنحط فيه اضافة هتنقل معانا البشاميل ده لطعم حكاية وفي نفس الوقت هتمنع اي تكتلات تكون فيه خلينا نشوف طريقتنا ازاي بس الاول نصلي على الرسول علي افضل الصلاة والسلام ويلا بصور هعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا مني كل جديد اول حاجة انا عايز اعصج عندي حتة اللحمة كده واركنها على جنب جبت معلقة من الزبدة ونزلت عندي باللحمة اللي عندي على حسب الكمية اللي انت بتعمليها نزلت عندي باللحمة كده وهفضل اقلب في اللحمة دي لحد ما لونها يتغير ومجرد ان اللون يتغير هنزل عندي بالبصل اللي انا العصاج المزبوط نص كيلو لحمة عليه نص كيلو بصل كيلو اللحمة عليه كيلو من البصل ده عصاج مزبوط جدا وبيزبط كويس بعد كده هنزل عندي برشة من الملح رشة من الفلفل الاسود دي شطة لما اللي بيحبه اللي سبايسي مش حابة تقدر تحطي عندك البابريكا اكتر من كده ما نحطش بالزبط يعني العصاج ما بيحبش عندي اكتر من الملح والفلفل الاسود وشوية الشطة او البابريكا هنا كده هخليه لحد ما يستوي هشيلو عندي خلاص من على النار تاني خطوة هنعملها ان احنا هنصدق المكارونا طيب هحط ايه في المياه هحط نص معلقة ملح مش اكتر من كده طيب مش هنحط زيت خالص اطلاقا صدقوني الزيت منوش اي 30 لازمة غير انه هو بيتكب في الحود وده حرام في ظل الظروف اللي احنا فيها فحق معلقة الملح وهنقلبها التقليب باستمرار بس هسيبها عندي على النار يعني في حدود من 6 ل7 دقايق مش اكتر من كده انا عايزاها تكون يعني واخدى نقول نص تسوية بس مش اكتر من كده طب النص التاني هيستوي معايا في البشامل ركنت اللحمة وخلصت عندي المكارونا حلة تكون واسعة كده محترمة هبدأ احط فيها معلقتين كبار من الزبدة هنزل عندي بمعلقتين كبار زيهم من الزيت تعالوا نشوف بقى التريكة عندي اللي هتظبط معايا البشامل ده انا بعتذر كده انا حطيت 4 معالق زبدة 4 معالق زبدة ومعلقتين زيت هبعد كده هعمل ايه هنزل معايا باربع معالق من الدقيق ومعلقتين من سميد البسبوسة السميد البسبوسة ويكون السميد اللي هو سادة مش هنجيب اللي هي البسبوسة الجهزة سميد بسبوسة عايز اقولك السميد بيدي طعم حلو جدا جدا للبشامل ده وبجد ما بيخلهاش تكالكع ولا تكتل منك اطلاقا وكل حاجة هنشوفها معانا يعني زي بقوله على ارض الواقع طيب التريكة التانية اللي تنقل عندي طبق البشامل اللي في حطة تانية خالص ان انا الدي ايه والسميد ده هحمره هخليه خش على يعني اول اللون الدهبي رحته كده تطلع وزي ما انتو شايفين عندي هنا اول ما خدي اللون الدهبي نزلت عليه على طول برتل من الحليب الدافي اللي الاربع معالق ومعلقتين من السميد بياخدوا عندي رتل من الحليب الدافي كيلو حليب يكون دافي يعني انا غلياء اول ما دخلت مثلا المطبخ سبته بتاع ساعة كده على طول ينزل صدقوني ما بيكتلش بلاش تحطي حبة بحبة وتفضلي تقلبي حبة كوباية كمان وتقلبي ده ساعات بياخد منك ومجهود وفي نفس الوقت بيقطع منك هنقلبه زي ما انتو شايفين مفيش اي تكتلات فيه نزلت عندي برشة من الملح مع رشة الفلفل الاسود حبة تحطي الفلفل الابيض حطي ما فيش اي مشكلة انا بصراحة والفلفل الابيض ما بيحبينيش باناش اقول انا اللي مش بحب فاناش رشة الفلفل الاسود بانا متسودش ولا اي حاجة بصوا زي ما انتو شايفين كده اول ما غلى عندي نزلت عندي بكوباية من الكريمة اللابيني وهنا بقى الطعم يعني راح في حتة تانية خالص اللهم مبارك عايز اقولك طعم البشاميل اللي عامل ازاي بعد كده عندي شوية جبنة مشكلة موزريلا على شيدر على توركي نزلت بيهم كلهم في البشاميل وهو سخن وهنا كده انا طفيت البوتوجاز يعني كده البوتوجاز اتطفى ولكن هفضل اقلب فيها لحد ما البشاميل ده الجبن تفك خالص او ممكن على نار بسيطة جدا اللي هي زي الشمعة وهنقلب فيه لحد ما يسيح تماما وهيكون عامل عندي زي صص كده بالجبنة حاجة في منتهى الجمال طعم خطير جدا قوام مش عايز اقولك عامل ازاي بعد كده طبقات المكارونة عندي انا عايزة الطبق ده يعني مليان كله باللحمة والبشاميل وكل حاجة مش عايزة اعمله طبقات كده منفاصلة نزلت عندي بجزء من المكارونة نص المكارونة وتلت اللحمة تلت اللحمة مع كوباية مثلا من البشاميل هقلبته كده كل ده في بعضه بالشكل ده وبعد كده هسويهم انا عندي الطبقة الاولانية فيها البشاميل فيها اللحمة فيها المكارونة الطبقة اللي بعد كده هعملها ازاي هنزل عندي بالتلت التاني بتاع اللحمة هنزل عندي بتلت اللحمة بالشكل ده كده سويت اللحمة عندي نزلت عندي بالمكارونة بالشكل ده انا هنزل هنا المكارونة كلها اهو باقي المكارونة يبقى انا حطيت نص المكارونة تحت ونص المكارونة فوق وتلت اللحمة تحت وتلت اللحمة في النص وده تلت اللحمة الاخير هحطه عندي بالشكل ده وهنزل عندي تاني بكوباية من البشاميل بالشكل ده وهبدأ اقلب ده كده براحة خالص مع مراعاة ان انا ما وصلش لطبقة اللحمة اللي انا حطاها في النص بصوا بالشكل ده عاملة ازاي كده كله متقلب مع بعضه رحت البشاميل دي جايب اخر الدنيا وزي ما انتو شايفين قد ايه ناعم مفوش اي تكتلات مفوش يعني اي كلاكيع وكل حاجة معمولة قدام منكم نزلت عندي بعد كده بقى بباقي البشاميل وهبدأ اسويه كويس جدا خطوة مهمة كمان ان احنا ننظف طبقنا قبل ما يخش الفرن عشان خاطر كل ده هينشف عليه اي زيادات عندي هتنشف عليه فان عايز اتقدم الطبق عندي بشكله الكويس مساحت ونظفته بالشكل ده كده تركه بسيطة بقى قوي حت الجبنة شيدر متزرلة والله اللي المتوفر عندك مش متوفر زي ما انتو دخليها على الفرن ولكن كان فيه حتة جبنة كده انا سايبها على جنب بشرتها وحطيتها عندي على وش الطبق بالشكل ده كده هساوي تاني مش هخلي اي حتة جبنة جاي عندي على احراف احراف الطبق وهندخل الفرن عندي على اعلى درجة حرارة انا حطف الفرن في فرن كهرباء على اعلى درجة حرارة عندي تشكله في الفرن خد معايا مص ساعة بالزبط على درجة حرارة 250 وطالع عندي بالشكل الجميل ده عايز اقول لكم الريحة الله مبارك يعني قلب الدنيا بصوا الجمال بصوا الالوان بصوا التكات والحركات حاجة كده تفتح النفس بجد جربوه هيعجبكم جدا عايز اقول لكم ان البشاميل من الحاجات فعلا اللي بتحب تتكلف وتتخدم فتعملوه بالطريقة دي هيعجبكم طبعا انا من محبين البشاميل السخن فزي ما بقول لكم كده هي لسه سخن مولعة انا بحب الصراحة اكله هو جوسي جدا فهقطعه معاكم اضطر ان انا قطعه عشان الحقه طبعا هو سخن زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده انا بالنسبالي كده احلى شوية مكارونا انا بقول لهم انا بالنسبالي البشاميل اللي يكون جوسي ويكون كمان حراء لو مش حراء ما بحبهوس بالصراحة فشكله طحفة والطعم اللهم مبارك يعني انتم حكموا بقى بنفسكم عايزة تغدي خرطة بخرطتها سيبيه لحد ساعتين مثلا وبعد كده بداي قطعي البشاميل وكلي والفهان وشفه على قلوبكم جربوها هتعجبكم جدا وربنا يحسن نبين ايديكم استودعتكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوعى تنسى الاشتراك السلام عليكم